اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأول من شهر رجب الحرام استشهد آية الله العظمى المرجع الراحل الكبير السيد محمد باكر الحكيم قدس سره الشريف في العام 2003 كان يصادف شهر أغسطس السيد محمد باكر الحكيم لا بد أن نتذكره باستمرار لا بد أن نستعيد أيامه وجهاده ونضاله وعلمه لكي تتعلم منه الأجيال هذه حقيقة تأريخية نحن إذا لم نهتم بمثل هؤلاء القادة المتميزين والقلائل والاستثنائيين لا نستطيع أن نبني أمة عندما نقول نقول كان أمة في رجل لأن الهموم كلها هموم الأمة وليس هموم الوطن ليس هموم الغراق فقط هذه الهموم كلها تجمعت في ذهنه في عقله في جهاده في مسيرته منذ نعومة أظفاره نحن مدينون لهذا الرجل ومدينون لعقله وفكره وعلمه وجهاده وصبره السيد محمد باكر الحكيم كان يتمتع باستثنائية خاصة كارزمة خاصة رائعة مظهر لافت جذاب جميل وفطنة سياسية بالإضافة إلى الوعي والبصيرة وتفرده وتفرده بالخطاب الجميل تترك المزايا الشخصية هو كل استثناء الرجل حتى في استشهاده كان السيد محمد باكر الحكيم استثنائيا استشهد في اليوم الحرام بالشهر الحرام بالفريضة الحرام بالمكان الحرام حتى مرقده الشريف تعرض للاعتداء بعد السنوات من قبل التنظيم التكفيري ومن قبل أولئك الذين يحسدونه أيضا ليس فقط ينفذون الأجندة لأن الذين قتلوا السيد محمد باكر الحكيم وقتلوا الشهيد عز الدين سليم ورفيق دربه العامري أبو محمد هم أولئك الذين يريدون قتل الاعتدال في العراق تحديدا وفي المنطقة بشكل خاص الاعتدال أتحدث عن الاعتدال والذين كانوا يمهدون منذ الأيام الأولى إلى حرب طائفية داخلية في العراق وفي المنطقة عموما فهم يعتقدون أن مقتل السيد محمد باكر الحكيم هذا المرجع الفذ هو انهيار بوابة الاعتدال ولاحظتم حتى بعد استشاده بسنوات عندما فشلت المخططات التي كانت تريد جرى العراق إلى حرب طائفية أجهضها بشكل واضح وعملي آية الله العظمى السيد الإمام علي السيستاني فجاءوا لينتقموا من مرقده الشريف مثل ما شفتوا في مظاهرات تشرين العملية السياسية الفاسدة الفسادة الذي يؤن منه الكثيرون هو موجه يجب أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية التي قامت ما قامت به بذريعة إسقاط الدكتاتورية غير مأسوف عليها على رحيل الدكتاتور الدكتاتور وبشرت بإيجاد نظام ديمقراطي فريد من نوعه في الشرق الأوسط حركت أملاءها ضد مرقة السيد محمد باقر الحكيم وضد القنصلية الإيرانية في كربلاء وفي النجف إذن حتى بعد استشهاده كان هذا الرجل يريد أن يوصل إلينا رسالة مفادها إنه بالفعل كان استثنائيا كان أمة في رجل اللافت الحديث عن السيد محمد باقر الحكيم يجب أن يتكرر باستمرار مع ملاحظة أقول اللافت إنه عدم تغييب تلك الفترة المهمة جدا من عمره الشريف في التأليف والتصنيف والكتابة والتدريس وهو في ريعان شبابه أنا ليش أقول نقول المرجع الراحل ومرجع مرجع الراحل وكبير وكان قد حصل على الاجتهاد بشكل رسمي منذ العام 1964 في العام 1961 في مقدمة كتابه آية الله العظمى طبعا آية الله العظمى الشهيد الخالد السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه رضوان الله عليه يشيد بالدور الكبير الذي قام به السيد محمد باقر الحكيم في تأليف كتابه معظم كتب بعبارة عضو المفد يأتي الإمام الخميني بعد سنوات عندما يعطي إجازة الإجازة الشرعية توكيد شرعي لسماحة السيد محمد باقر الحكيم ويستعين بعبارات ذكرها الإمام محسن الحكيم عن ولده وقرة عينه السيد محمد باقر الحكيم عندما أجازه تعرفون المرجع الإمام السيد محمد محسن الحكيم كان شديدا جدا في موضوع منح الإجازات الشرعية للوكلاء والإمام الخميني يوصف بأنه أكثر تشددا وعادة الإمام الخميني لا يعتمد على غيره من المراجع الذين سبقوه في منحه الوكالة الشرعية أو التنثيل أو الإجازة وكل ما يتعلق بالوكالة الشرعية الإمام هو بنفسه لكن عندما يجيز ويعطي وكالة للسيد محمد باقر الحكيم شوفوها إن شاء الله البخرج يضح في الجرافيكس هنا خلف بعد ما يعطيه الوكالة يستند يقول كل ما ذكره المرجع الراحل السيد محسن الحكيم الإمام محسن الحكيم عن محمد باقر الحكيم الإمام علي السستاني السيد علي السستاني هذا الرجل الفذ الذي يقول عنه السيد محمد باقر الحكيم بأنه يرجع إليه مقلديه لأنه يعتقد بأنه الأكثر علما وفي في التواضع يقول عنه إني أترسم خطى السيد محمد باقر الحكيم وهناك الكثير من الأقوال التي ذكرت بحقه من قبل المراجع المراجع العظام أنا أستطيع أن أقول أن السيد محمد باقر الحكيم كان حبيبه قلوب المراجع بالإضافة إلى أنه كان مرجع قد لا يعرف الكثيرون ليش نقول مرجع أنت تعرف عزيزي وأنت تعرفين مختل عزيزة في الجهاد السياسي الكثير ينسى العلوم وينغمس في الموضوع السياسي وكان السيد محمد باقر الحكيم فعلا يعني كان منغمسا في العمل السياسي وبهذا الطريق قدم خيرته أسرته شهداء على مذبح الحرية لم يتراجع أبدا عن طريقه صدام حسين المجرم كان يذكره بالاسم كان اسمه يثير الفزعة في قلب صدام وفي قلوب أعدائه مع كل ذلك مكتبه في طهران أنا عايشت هذه الفترة معه وكان يذهب إلى قم للقيام بمهام الدرس والتدريس لم ينقطع أبدا عن البحث والتدريس والمتابعة وهذه التراكمات العلمية التي تعطي وبعدها هو رجل معاصر معاصر المشاكل ويلتقي بالناس ويلتقي بالمسؤولين ويلتقي بالسفراء فحقيقة نحن فقدنا مرجعا فذا مرجعا فذا كبيرا وهم عرفوا كيف اختارون هدفهم كان يؤمن بأن المقاومة السياسية يجب أن تفضي إلى خروج المحتل وقد مارسه بالفعل ووصلته تهديدات وتحذيرات وكان يستعد إلى المقاومة المقاومة العسكرية فيما لو لم تفضي المقاومة السياسية إلى إخراج المحتل وهذا درس لنا الآن ونحن نتحدث عن مقولة بقاء القوات الأمريكية القوات الأجنبية الكذبة التي كان يكذب بها علينا مصطفى الكاظمي تحويل هذه القوات من القتالية بالاسم وباليونيفورم وعلى الورق إلى مشورة وتدريب وهذا موضوع يجب أن نبحثه بالتفصيل وبشرطها وشروطها ونستفيد من تجارب أولئك العلماء الخالدين الراحلين الذين رحلوا عنا بمؤامرة كبيرة اغتيال محمد باقر الحكيم كان يهدف إلى اغتيال أمة كاملة وتدمير هذه البناء مو بس البناء التحتية مو الاقتصادية مو السياسية اجتماعية ثقافية الدينية لهذا استهدفوا مرقده الشريف ويجب أن نتحدث باستمرار ونتذكر هذا القائد الفذ قبل أيام رحلت رفيقة عمره وزوجته الطاهرة أم صادق رحمها الله وأيضا يجب أن نتذكر نجله سيد صادق الحكيم الذي يمر بأزمة صحية ونسأل الله في هذا الشهر المبارك العظيم وفي هذه الأيام الاستثنائية التي في مثلها استشهد محمد باقر الحكيم وندعو له بالصحة وأن نمضي نحن على نهج محمد باقر الحكيم قدس الله نفسه فوضى الابتزاز تعود من جديد لكن ما الحل عندما نقول فوضى الابتزاز نتحدث عن فوضى الشارع وعن محاولات الإدارة الأمريكية استغلال الشارع مجددا لإضعاف حكومة السيد محمد الشياء السوداني والابتزازها نجي من الآخر من نقول ابتزازها يعني الحديث هو عن القوات الأمريكية وطبعا ما يسمى بقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش ولاحظتم أنتم أن الأمريكان أنفسهم اعترفوا في العام 2017 بأنهم انتصروا مع العراق على داعش احتفلوا بهذا الانتصار وطبعا نحن أيضا نقول نحن انتصرنا على دولة داعش الارهابية لأنه الدولة داعش تريد أن تؤسس دولة يسموها دولة الخلافة هذه الدولة تقوم على أرض وكانت لديهم أرض اجعوا للموصل قبل كانوا في الرقة في سوريا وهذه ونفعوا شعار باقية وتتبدد يعني هذه الدولة الجديدة التي بشر بها جورج بوشي الابن عندما غزى العراق عام 2003 سماها الديمقراطية النموذجية الفريدة ف هذا الابتزاز يستمر يعني الولايات المتحدة الامريكية من الآخر تريد هذه القوات الامريكية التي قيل لنا انها خرجت وتعولت الى قوات للتدريب والمشورة يريدون ان تبقى هناك طرق كثيرة لهذا الابتزاز وأقول أعود وأكرر أنهم يقولون انتصرنا بعدين نفسهم يقولون القوات العراقية القوات العراقية قادرة على مواجهة التنظيم الارهابي وجيوب الموجودة هنا وهناك هذا الحديد اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية لهجة بدت تتغير بعد اختيال قادة النصر شوي شوي من اختالوا قادة النصر بعدين قالوا هذا التنظيم بدأ يعود وعملياته النوعية العددية بدأت تكثر هذا دليل واضح على أن رحيل قادة النصر مهد لعودتهم يعني قادة النصر يعني يقاتلون هذا التنظيم الارهابي يعني اختيال قادة النصر هو لكي يعود هذا التنظيم من جديد ومن خلاله يجري ابتزاز العراق بس أنا ما علي أتحدث بالتفصيل عن موضوع الدولار وهذا أنتو تعرفون والكثير يعرفوه لا أحد يستطيع أن ينكر من رفع أو من خفض قيمة الدينار العراقي وبالتالي رفع من قيمة الدولار العراق الأمريكي يعني شنو يعني البارحة صار مقبل 30-40-50 سنة ونفس الجهات الآن التي تظاهرت أمام البنك المركزي بعد يومين من إقالة محافظ البنك المركزي الذي عين بطريقة غير قانونية من قبل الحكومة السابقة الكل يذكر ويعرف كل الزين أن الذين أيدوا وساعدوا وساهموا في موضوع نقول رفع قيمة الدولار أو سعر الدولار هم نفسهم الآن المحتجين عليه قبل كانوا يقولون أحنا رفعنا حتى نمنع هذا الدولار من الذهاب إلى إيران تهريب الدولار فنمنع ورفعنا السعر حتى نروح بس يقولون نفس الشي يقولون أحنا الآن هذا الدولار قاعد يروح إلى إيران ولا أحد منهم شوية يباوع إلى كردستان إلى بعض الأماكن وهاي الموضوع للتحويلات وهاي الفترينة المنصة الإلكترونية و بس باوع شوية بس إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وشوفوا الدولار وين يروح تهريب الدولار وين المن إلى تركيا إلى بعض دول مجلس التعاون إلى أشخاص عندهم حسابات في لبنان وهذا يعني بس يراد مو بس بس بصيرة لا لا أكو تعمد أكو ناس يعرفون وجحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ويعرف كل زين شنو قصت الدولار مع ملاحظة أن هذا الموضوع تهري بالدولار وكل ما يتعلق بهذه التفاصيل اليومية غسيل الأموال هذه نقطة في بحر هذا الجبل الظاهر أو الجزء الظاهر من جبل الجليد لأن مشكلة الدولار هي أن اقتصادنا برمته رهينة بيد الولايات المتحدة الأمريكية الدولار اللي يطوك إياه شون مصروف جيب يعني مع الأسف وهذا ساكت عن الحكومات السابقة لأنه وسيلة للابتزاز يطوك مصروف جيب أنت تبيع نفط وتجيك العملة بالدولار قيمة هذا النفط يروح وين يروح بالبنوك الأمريكية بالبنك الفيدرائي الأمريكي وعندك أموال غير هذه الأموال غير أموال النفط عندك أرصدة يسموها سندان والله شنو حافظنا عليها حتى لا يتم الاستيلاء عليها لتسديد الديون القذرة وراحت عند الأمريكان الديون القذرة يا هي الديون مسددها العراق انتهى كل شي يعني العراق الذي حمل حربا مفتعلة مفتعلة فالدام أحسين نفذ الإرادة الأمريكية غير 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 قال له إحنا مالنا شغل لا هو هذه كلها مهمات أنجزت فالدام أنجز لهم مهمة فشيل في الحرب مع إيران حقق نتائج أوجده الضد النوعي بس فشل في إسقاط الجمهورية الإسلامية فشل في فصل إقليم خوزستان ذي الأغلبية العربية والنفط والغاز وحتى فشله في إلغاء اتفاقية أو معاهدة الجزائر لعام 1975 ورجع على النقطة الأولى دفعوا للكويت والإمام الخميني فدس الله نفسه الشريفة نفسه الزكية قبل انتهاء الحرب المفروض على إيران قبل توقفها حذر الجوار تحديداً الكويت ذكرها بالإسم إلهم صدام فاز أم خسر وسيخسر لما أنا شوف فدام ته فاشد خسر الحرب بس مع ذلك بعد انتهاء هذه الحرب راح يجيكم وراح لهم زين انت بدل ما تروح تظاهر أمام السفارة الأمريكية وهي السفيرة الأمريكية بلسانها وبعظمها وبشحمها وبلحمها سئلوها يا بهذا هذه إجراءات ضبط الدولار في العراق مو هي تضعف حكومة السيد محمد الشياع السوداني قلت لا هي هاي تزامنت مع مجيئه صدفة نحن مقررين يعني احنا امريكا تقول احنا نتلاعب بالدولار وهاي سياستها معروفة هاي مو جديدة تروحون تظاهرون امام البنق المركزي شوكيت بعد ما اقيل حاكم او محافظ البنق المركزي الذي كان علم ام لم يعلم يسرب تحويلات وحوالات الى بنوك معروفة المن لأولئك الذين لسانهم كان طول خمسة متار يؤيدون رفع قيمة او سعر الدولار مقابل خفض قيمة الدينار العراقي ولا واحد يتحدث عن الورق البيضاء من هي الورق البيضاء اللي قدمها مصطفى الكاظمي من خمسة محاور وهذه توصيات الصندوق النقد الدولي وباقي المنظمات الدولية التي تهيمن وتسيطر عليها الولايات المتحدة الامريكية وتعهد بان يبقى تخفيض قيمة العملة الوطنية ويستمر لمدة خمس سنوات فهذه الاجراءات التي يقوم بها السيد محمد الشياء السوداني هي مفيدة لكنها تظل ترقيعية وأي خطوة فيما يتعلق بالضغط على السيد محمد الشياء السوداني هي تأتي للابتزاز حتى من يروح فاوض في موضوع القوات الأجنبية الأمريكية والنيتو يريد يخرجها القوات وينفطلعت الفضيحة الفضيحة ما انسحبت القوات كما كان يزعم مصطفى الكاظمي وبقية القوات قتالية وذاك اليوم شفتوا انتو ذاك اليوم الولايات المتحدة وزارة النقل الأمريكية هذا أرجو أيضا من المخرج يخلي هذا النص خلفي هذا النص من صحيفة من موقع أمريكي رسمي أمريكي ينقل عن وزارة النقل الأمريكية الرسمية أسقل اليوم وين ثلاثة قامت بتغريم طائرة عبرت الأجواء العراقية وكسرت الحضر المفروض على الأجواء العراقية أي واحد أي طائرة مطير فوق الأجواء العراقية لازم تأخذ إذن من الأمريكان غرموهم بحدود مليون وكسر دولار غرموهم هم ذا الخزانة الأمريكية تروح لفلوس وهم الأمريكان يغرمون ما يؤكد ويعني أن الأجواء العراقية بيد الأمريكان وهم من قتلوا قادة النصر باستخدام الطائرات المسيرة وفينا بعد لا تطلقوا الرصاص على أقدامكم هذه عبارة استخدمها وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الأخ السيد حسين أمير عبدالله يان في حديثه مع جوزيب بوريل جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أحبائي الاتحاد الأوروبي هدد قبل أيام بوضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الأرهابية طبعا هاي بالبلاتيقة مثل العقوبات وشنو عقوبات ومنه المجرم ومنه الذي له الحق أن يصف الطرف الآخر مجرم وحتى يفرض عليه عقوبات أمريكا بكيفه والاتحاد الأوروبي بكيفه وكل من بكيفه عنده عقوبات وكل من يقرر بكيفه وكل من هم عنده لائحة من منظمات أرهابية بكيفه مرة منظمة مجاهدي خلق التي يقر الأمريكان أنها قتلت أمريكيين في زمن الشاه عندما كانت الثورة الإسلامية مشتعلة وإحنا استجاعد نعيش أيام بذكراها القالدة الإمام الخميني وأنصار ولم يلتجؤوا إلى العنف أبدا منظمة مجاهدي خلق استخدمت السلاح سموا الكفاح المسلح بعدين نفسها استخدموه ضد الجمهورية الإسلامية والأمريكان وضعوهم على قائمة المنظمات الإرهابية وكذلك في الأوروبيين بعدين تيجي أمريكا مو بس ترفع اسم المنظمة هذه الإرهابية بالفعل اللي قتلت يعني بالأرقام أكثر من سبعة عشر ألف إيراني مواطن مواطن مواطنين جلدوه سلخ جلد سلخ سلخ بالإضافة إلى قيامها بالمشاركة في جرائم ارتكبها صدام ضد الأكراد وضد الشيعة وضد باقي المواطنين العراقين وهذه أيضا مثبتة يجون يشيرون اسمها من قائمة المنظمات الإرهابية وبعدين يطالبون ما يسمى بالمعارضة الإيرانية بأن يتبعوها ويعتبرون مريم رجوي زعيمة للنظام السياسي المقبل الذي يريدونه في إيران بعد حلم إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية البرلمان الأوروبي اتخذ قرار غير ملزوم لكن مهم من الناحية النفسية على جزء من الحرب النفسية اتخذ قرار بوضع الحرس الثوري في يعني صنفه كمنظمة إرهابية قبلها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هم أيضا اتخذت هذا الموضوع ووفقه هذا التصنيف قتلت القائد الشهيد قاسم سليماني ورفيقه طبعا القائد أبو مهدي فالاتحاد الأوروبي الدول غير البرلمان الأوروبي هم رادوا يصدرون مثل هذا القرار فقالهم عبدالله قال أشوف نحن بعد ما نسكن طبعا البرلمان الإيراني قاعد ركب ونص حظ القرار أنا أعتقد يجب أن يفعل هذا القرار ويحطون بإذا وإذا وينتظرون حظ القرار جاهز للتصويت عليه في حال صوت الاتحاد الأوروبي على وضع الحرس الثوري كمنظمة إرهابية رأسين يصوتون على وضع كل الجيوش الأوروبية على قائمة المنظمات الأرهابية يقول لي شنو فائد هذا الشيء يقول لك لا تبه جيدا سحشيبك وحنا بالنسبة إنه هذا يجعل العراق والمنطقة على كف عفريت يعني هاي القرارات الاستفزازية من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي مع إيران يقول ليا يعني شعنا بيرنباغ ومو احنا نريد بالعراق سيترك إيران صديقة وجارة ووقفة ويانا ودولة مسلمة لا 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 تركها كل هذا ترك إيران إذا وضعت الجيوش الأوروبية في قائمة المنظمات الأرهابية يعني هذه يعني الناتو والقوات الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة أينما وجدت ويا من العراق عينك عينك وسهم ويحشون يحشون يقولون نحن عندنا قوات قوات قتالية مع ملاحظة من يقول الجيوش لا كلها مستشار مدرب كلها أهداف للحكومة أو للحرس الثوري والجيوش وبالنتيجة للجمهور الإسلامية وحلفائها فالأوروبيين شوي لزموا بريك لكن استمروا على ممارسة سياساتهم العدائية وضعوا عدد من المسؤولين الإيرانيين وبعض الشركات فرضوا عليها عقوبات هذه أيضا خطوة هذا يعني أحبائي يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية في محادثات خمسة زائد واحد حول البرنامج النووي الإيراني كانت تلعب لعبة الأمريكان يعني بعد ما جاء ترامب يلعبون دور الشرطي السيء والأوروبيين يلعبون دور الشرطي الحسن أو الجيد لأنه الأوروبيين وعدوا بتطفيذ 11 شغلة وعدوها يعني بعد ما انسحب ترامب وعدوا بأن يلتزموا بتعهدات قدمت أوروبا تعهدا لإيران 11 تعهدا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لكن لم يتم تنفيذ ولا واحد أوروبا حتى الآن ريد استمر في سياستها العامة شوية ناعمة لكنها ناعمة ومخلوطة بالعقوبات حتى تخدر الإيرانيين ولا يتخدون قرار مماثل وقال لهم قلوا لا أرجوكم لا تردوا على قرار البرلمان الأوروبي وهذا غير ملزم وبعدين يجون شوية صعدوا العيار قال لحنا لازم محكمة أوروبية من أحد الدول الأوروبيات أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي إذا محكمة فيها قضت على وضع الحرس الثوري على قائمة الملظمات العرابية سيلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بأن وها يعني شنو يعني معنا أن أصبح على الزناد الإيرانيين أيضا قالوا لا 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 إحنا أي خطوة أي خطوة سنقابلها بخطوة مماثلة هناك قوى منفلتة هناك قوى تستغل حالة الشد والجذب بيننا وبينكم حتى من الأوروبيين حتى في داخل الكيان الصهيوني ممكن تفتعل بعض الأفعال وبعض الأفاعيل وبعض الأعمال وحتى تجر المنطقة إلى صراع دموي مرير وترجعكم إلى مرحلة مطعم ميكونوس لمن لا يعرف شنو مطعم ميكونوس وشنو مرحلة الاختيالات التي شهدتها أوروبا في تلك الفترة والكثير من تلك الاختيالات كانت من أعمال أو تفجيرات مثلا في بيونس آيرس في الأرجنتين تم تفجير المعبد اليهودي وكلها من أعمال جهات صهيونية نافذة تريد أن توجد ضجة بين إيران وبين الأوروبيين حتى الإسرائيل وخاصة الآن بعد مجيء نتنياهو يريدون يأكدون إيران هي دولة تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وشلون حولوا البوصلة عدد من الدول العربية تعتبر هذا الكيان الصهيوني اللقيط دولة صديقة مو عدوة وبعضهم وقعوا إياها اتفاقيات ما يسمى بالسلام وبعضهم يريد يطور هذه الاتفاقيات إلى معاهدات أمنية ويعتبرون الجمهورية الإسلامية عدوها كلها تجعل المنطقة والعراق اللي هو قلب المنطقة النابض على كف عفريت المطلوب من حكومتنا حكومة السيد محمد الشيعة السوداني من الأخوة في الإطار وحتى من يعني باقي المتحالفين والمؤتلفين في اعتلاف إدارة الدولة أن يدركوا خطورة هذا الوضع أن يدركوا أن أصلاً مجرد مجرد تواجد هذه القوات الأجنبية النيتو والولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار سياسة الاستفزاز والضغط على الجمهورية الإسلامية تجعلنا في مأزق لأنها تضر بمصالحنا نحن اليوم اللي صفق للحالة العداء بين الولايات المتحدة وإيران وبين الاتحاد الأوروبي وإيران هو كمن يصفق لمن يريد أن يطلق النار مو بس على أقدامه لا لحتى علينا في عراقنا الحبيب من هنا يتعين على السيد محمد الشيعة السوداني أن يواصل سياسته في إزالة التوتر في علاقات العراق يعني إيران عفوا بدول الجوار للعراق مثل المملكة العربية السعودية اللي هي طرف مهم في أي صراع مقبل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أي صراع مقبل بين الكيان الصيوني وبين إيران أو بين الأوروبيين والأمريكان وبين إيران لأنه تعرفون جيدا يعني طبعا الكيان الصيوني هم يدرك ذلك الكيان الصيوني يعرف جيدا أنه حتى إذا هو قام بعمل عدائي مباشر ضد الجمهورية الإسلامية الرد سيأتيه خاصم وحازم ومن أقرب النقاط التي نتواجد فيها هذا الكيان سواء أمنيا أو سياسيا أو حتى اقتصاديا أو حتى يعني الدول الحليفة وهاي بعد حرب رح يصير حرب الحرب يعني من يصير حرب خلاص تكون كل الأهداف مشروعة في موضوع الدفاع في الدفاع أقول وأكرر الدفاع وهذا الدفاع مشروع والإيرانيون له ملحق في الدفاع على أنفسهم ونحن لا يسعدون وتقولون خب ليش إيران ردت وليش هم جاء يفتعلون أنت لا تسألني عن رد فعل إيران روح اسأل الذي قام بالفعل السيء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول حليفة يا محمد الله